السلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته لا يزال الحديث الجاري مثل الدم الجاري وعلى الرغم من الانحياز الأوروبي المطلق لإسرائيل ودعم حربها على قطاع غزة منذ وقع عملية طوفان الأقصى فإن نبرة تصريحات الدول الأوروبية ومسؤول الاتحاد الأوروبي تغيرت بهذا الشأن أصبح هناك إجماع أوروبي على الدعوات الأساسية إلى الحكومة الإسرائيلية لاحترام القانون الإنساني الدولي وضرورة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة مع ذلك لم يعترف الاتحاد الأوروبي أو يدين العقاب الجماعي الذي تمارسه إسرائيل في غزة باعتباره جريمة حرب وهناك تباين كبير بين الدول الأوروبية إزاء كل تفاصيل الحرب الإسرائيلية على غزة فيما عدا المبادئ السابقة المتفق عليها كذلك لم يتغير كثيرا الموقف الأمريكي الداعم بوضوح سياسيا وعسكريا لإسرائيل إذ تؤكد تصريحات مسؤول الإدارة الأمريكية على هذا الدعم وعدم الضغط باتجاه وقف الحرب لكن ثمت نوعا من التغير الطفيف في التصريحات العلنية لمسؤول الإدارة الأمريكية بشأن انتقاد الوضع الإنساني في قطاع غزة ومطالبة الاحتلال الإسرائيلي بتجنب استهداف المدنيين والالتزام بقوانين الحرب وعدم استهداف المستشفيات ومراكز الإيواء ومخيمات اللاجئين وضرورة إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل دائم وتوفير ممرات آمنة لعبورها وخفض التصعيد في الضفة الغربية كل هذا بالطبع لم يحدث إلى جانب الدعوة لإسرائيل لتجنب أي خطوات قد تؤدي لتوسيع الحرب وجعلها حرب شاملة مع حزب الله اللبنانية يعد هذا التغير فرصة مواتية للدبلوماسية العربية ودول الشرق الأوسط لاستثمارها وهو ما يحدث الآن خاصة من الجانب المصري للدفع باتجاه التوافق الدولي حول رفض استدواجية المعايير والضغط الدولي لإرساء هدنة ممتدة للتوصل إلى وقف إطلاق النار لحماية المدنيين الذين يتعرضون لأبشع معاناة إنسانية غير مسبوقة في قطاع غزة كخطوة انتجاه إنفاذ التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وليس الاكتفاء بإدارة الصراع كما عاكف المجتمع الدولي خلال السنوات الماضية مشاهدينا الكرام مصر تقوم بدور إيجابي لإيقاف نزيف الدم في قطاع غزة هذا هو المدخل لحوارنا اليوم في أنباء وأراء ورحبوا بحضراتكم ورحب بالدكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية والخبير السياسي المعروف أهلا يا دكتور أهلا وسهلا بك أسر محمد وأهلا مشاهديك دكتور سنبدأ مباشرة بعد تقرير مفصل يعني يلخص لنا أحداث الأمس والأمس القريب إن صحى التعبير ثم نعود للمناقشة لم تكن الجهود المضية التي تبذلها مصر للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة للمرة الثانية غريبة أو جديدة على مصر إذ هي دائما كانت وسط ظل التي تحمل هموم ومعاناة الشعب الفلسطيني في قلبها وعقلها ولا شك في حقيقة أن مصر هي أكثر من دافع عن الفلسطينيين منذ عشرات السنين وكل من قرأ التاريخ المعاصر لمنطقة الشرق الأوسط وللقضية الفلسطينية يعرف تلك الحقيقة جيدة وأكذا فإن إشادات قادة العالم بما بذله الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ تفجر الأوضاع في غزة جاءت لترسيخ هذه البديهية التاريخية وهي أن مصر هي أول من يهب لإنقاذ أرواح الفلسطينيين إن هذا هو قدر مصر وهذا دورها الذي لن تتنصل منه أبدا والعلى الذين تابعوا الخطوات التي اتخذتها القيادة السياسية المصرية يدركون مدى الصبر والذكاء السياسي والحنكة الدبلوماسية التي اتبعتها هذه القيادة لتحقيق الهدنة الأولى بعيدا عن الانفعال الصدياني أو التهور الذي يضر ولا ينفع ونعرف جميعا إصرار مصر على عدم تهجير أشقاء إن الفلسطينيين من غزة تهجير في ذلك تضيعا للقضية الفلسطينية كلها وهو موقف سيظل التاريخ يذكره لمصر كما سبق وذكر لها آلاف المواقف البطولية لمصلحة الشعب الفلسطيني وربما يكون مفيدا في هذا الشهن التذكير بالدور الذي قامت به مصر في تطبيق وإنجاز شروط هذه الهدنة الأولى خاصة ما يتعلق بإدخال المساعدات لأهالي غزة أو في مسألة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل وهكذا فإن مصر بقيادتها السياسية الحكيمة ستبقى هي الطرف الأهم في حل أزمات المنطقة سواء في غزة أو في غيرها مما يرسخ حقيقة نجاح الدبلوماسية المصرية المتوازنة والعاقلة والرصينة في نهاية لعل الدرس الأهم المستخلص من الحرب الدائرة بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية بعد عملية طفان الأقصى هو أن القوة والعنف لا يمكن أن يحقق الأمن أو الاستقرار وأن سياسة الأمر الواقع والتهويد ومصادرة الأراضي والعضوان على الفلسطينيين والممارسات التي يقوم بها المستوطنون المتطرفون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والانتهاكات المستمرة في المسجد الأقصى ومصادرة الأراضي وهدم البيوت والاعتقال المتواصل لا يمكن أن يحقق الأمن لإسرائيل بل يغذي بيئة العنف والصراع الذي يدفع ثمنه المدنيون الأبرياء من النساء والأطفال كما أن تواري القضية الفلسطينية وغياب أي أفق للتسوية قاد إلى دوامة العنف المستعرة منذ سنوات بين الجانبين أهلا بحضراتكم مرة أخرى وأجدد ترحيب ضيف أنباء وأراء دكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز المصري العرب للدراسات السياسية والاستراتيجية دكتور يعني الحديث عن المحاولات عربية لاستثمار هذا الضغط وهذا التعاطف الدولي البعض يرى أنه لا حضورة سياسيا عربيا على الإطلاق في هذه الأزمة البعض يرى أن هناك تحركات من بعض الدول على رأسها مصر للضغط لوقف الحرب لكن بالمقابل الموقف الأمريكي المتوقع يعني يحول دون ذلك كيف تقوم التحركات السياسية العربية يعني خلينا أقول لك التحركات السياسية العربية والإسلامية تباينت منذ 7 أكتوبر حتى هذا التاريخ في بداية الأمر حصل ارتباك كبير في هذه التحركات عنصر المفاجأة اللي قامت بها المقاومة الفلسطينية ب7 أكتوبر أربكة كثير جدا من المواقف السياسية للعالم العربي ولكثير جدا من دول العالم الإسلامي وحتى ظهر دامن خلال تصراحات الكثير جدا من المسؤولين على مستوى العالم العربي ثم بعد ذلك في وجئنا بحديث أنتونيو غوترش السكرتير العام للأول المتحدة أنه ما تم في 7 أكتوبر لم يأتي من فراغ وإنما وليد مظالم تاريخية تعرض لها الشعب الفلسطيني على مدار 56 سنة فأحرج الكثير جدا من التصراحات التي خرجت من كثير جدا من الساسة العرب وبدأوا إلى حد كبير جدا يوزنوا هذا الأمر ثم بدأت مرحلة إدراك بأن ما تفعله إسرائيل ردا على 7 أكتوبر مش مرتبط ب7 أكتوبر ده خط منهاجي تمارسه إسرائيل عقيدة راسيخة عقيدة راسيخة وهي تريد أن تنهي ما تبقى من معالم الدولة الفلسطينية المستقبلية باعتبار أن ما تفعله داخل قطاع غزة امتداد طبيعي لما تفعله داخل الضفة الغربية ما قبل 7 أكتوبر ضمر 80% من البنية التحتية لجنين مهاجمة قرية تورمس عية بقطعان المساوط ما حدث في القدس من تهيير ما حدث في محيط القدس وطرد العوائل الفلسطينية وعائلة صب لابا وغيره من مثل هذه الأمور فبدأ الكل يدرك لا ده إسرائيل ما تفعله إسرائيل خصوصا في عمليات الإبادة يعني أنت عندك إشكالية مع المقاومة الفلسطينية لكن ما تقوم إسرائيل بأفعاله داخل مدينة القطاع غزة أو في داخل الضفة الغربية اللي هي بعيدة تماما عن مسألة المقاومة الفلسطينية أفعال تانية خالص مختلفة إبادة للحجر والبشر قتل للنساء والأطفال أحياء سكنية أبيضة على وكه الأرض لا مكان آمن موجود داخل هذا القطاع إذا كنت بتكلم عن مدارس تابعة للأنروا أو يعني مشافي أو مساجد أو كنائس أو غيره من مثل هذه تطهير عرقي بمعنى الكلمة جيد كاملا ثم بدأ يتحرك الموقف الدولي وصلنا إلى هدنة هذه الهدنة جددت لمرتين ثم انهارت هذه الهدنة وكان متوقعا أن تنهار هذه الهدنة ثم بدأت عمليات إبادة أخرى الحجة الإسرائيلية في المرحلة الأولى أن نرحل من الشمال للجنوب عشان الجنوب نستطيع أن يكون آمن في المرحلة التالية بدأت عملية ضغط على الجنوب في داخل قطاع غزة وبدأت تظهر معالم ما تفعله إسرائيل فتباينت مواقف كثير جدا من النطاق الدولي والنطاق الإقليمي شفنا موقف من أسبانيا كان موقف جيد جدا شفنا موقف من أرلندا شفنا موقف من أمريكا اللاتينية جنوب أفريقيا بدأ يدرك كثير جدا من السياسة العرب أن المسألة صعبة بدأ يدرك كثير من السياسة العرب أن المسألة صعبة أو أن المسألة ليست مرتبطة ب7 أكتوبر مرتبطة بما قبلها هذا الكلام اسمح لي يعني يمكن أن أدركه أنا كمتابع أو أي صديق في الشارع يعني يدركه كمتابع لكن صانع القرار العربي السياسي العربي يعني كيف يدرك ذلك بعد تصريح جوتيرش بعد إدرك يعني هذه صنعته هذا عمله أنا مش هادر جوابك على الحد دي يعني أنا معرفش الأسمة فيهم يعني لكن أنا بنتحدث أنا وأنت مع بعض يعني إن كنت لا تدري فتلك المصيبات وإن كنت تدري فالمصيبة أعظمها صحيح لكن إحنا بنتحدث على المواقف والدليل على ده أنك إنت كنا في مؤتمر للسلام عقد في القاهرة ثم بعد ذلك مؤتمر قمة عربية إسلامية عقد في الرياض ثم شفنا كيف كانت مخرجات القمة العربية الإسلامية وهي مخرجات لأرضاعة إسرائيل ولا نظرت إليها الولايات المتحدة الأمريكية ولا كثير جدا من المواقف الدولية والمواقف الإقليمية وإنت كنت أمام مشهد حصار مضقق شديد البأس على قطاع غزة مياه، كهرباء، طاقة، غاز، سولار وغيره واستجداء عربي لدخول مساعدات إنسانية إلى داخل هذا القطاع بداية الأمر اشترطت إسرائيل عدم دخول السولار ثم مع نطاق الهدنة بدأ يسمح بدخول بعض شاحنات السولار وإلى حد كبير جدا حجم ما يدخل من مساعدات إنسانية داخل هذا القطاع لا يرتقي إلى الحاجة اللي بيحتكى هذا القطاع وإنت أمام اثنين مليون وثلتمائة ألم في ألف نسمة على مشارف الجوع وحياة معطلة بالكامل داخل قطاع غزة وبدأ إسرائيل تسير في خط ممنهج هذا الخط الممنهج يسيره خط ممنهج آخر داخل الضفة الغربية بس يا محمد يعني الحصار الحديث على ما يدور داخل قطاع غزة بعيدا عن ما يدور داخل الضفة الغربية الأمر مختلف تماما لأن ما تفعله إسرائيل في الضفة الغربية يكاد يكون بنفس الخط الممنهج الذي تمارسه إسرائيل داخل قطاع غزة مع تباين حقيقة الضربات مع اختلاف الخاصية الجغرافية الخاصية الجغرافية وطبيعة الضربات لكن داخل الضفة الغربية المنطقة جيم تحديدا من الضفة الغربية اللي هي بتضم 61% من الضفة الغربية هناك تجمعات سكانية عربية محددة حصرا بيتم طرد هذه التجمعات العربية الموجودة فيها عندك في جنوب الخليل عندك في منطقة الأغوار عندك في منطقة شرق رامالة ثم بدأت عمليات مهاجمة للكسير جدا من الكرة الفلسطينية مهاجمة جهين مرة تانية تنتجي الشارع زي الشارع باي سمع دكتور جينين يعني هذا الاسم دائم التردد في اي اشتباكات في اي اقتحمات من أيام أزمة محاصرة الرئيس عرفات الله يرحمه وأزمة رامالله يعني تقريبا 2002 أو 2001 يعني دائما جينين في المصدر دائما جينين أمام فوهة المدفع أنت عندك أنت عندك نقطة لماذا جينين ما نقول لك أنت عندك نقطتين عقدة بيشكل عقدة لإسرائيل نقطة جينين في الضفة الغربية وخان يونس في الغزة كلا الأمرين عند إسرائيل عندهم فيها أزمة والتابع ده من خلال تصريح لنتانياهو أول مبارح وهو بيزور الدجور الإسرائيليين وهو يتحدث وهو بيهدد حزر الله ما قال لهمش غزة قال غزة وخان يونس فأنت أنت إلا أنت فجينين معقل مقاومة معقل قوة في الدفاع عنه في شكل من أشكال الاستماتة والشراصة في الدفاع عنه فمهما دخلت إسرائيل ومهما دمرت من 80% من البناء التحتية لها إلا أنها ما زالت تقاوم الاحتلال الإسرائيلي وتقاوم تدخل الإسرائيل وده إلى حد كبير جدا بيخلي إسرائيل عندها فوبيا كبيرة جدا فوبيا جينين وفوبيا تخان يونس لأنها غير قادرة على السيطرة عليها ومن يتوقع ومن يستطيع أن يتصور أنه بحكم الهلاك والضمار الذي تمارسه إسرائيل داخل قطاع غزة من إبادة أحياء وتقارير أممية تتحدث أن 80% من السكان داخل قطاع غزة أصبحوا مهجرين وأنه أكتر من 60% من البنية التحتية لها ضاعت وانتهت ودمرت تماما إلا أن إسرائيل حتى هذا التاريخ لم تستطع أن تحيد رشقات المقاومة الفلسطينية داخل هذا القطاع ولم تستطع أن تصل إلى حقيقة أين الجنود الإسرائيليين الموجودين لدي المقاومة الفلسطينية ولم تستطع إلى حد كبير جدا أن تسيطر على قطاع غزة وحجم الخسائر الليلية اليومية الإسرائيلية نتيجة هذا الدخول البري إلى حد كبير جدا ما هو معلن يعني مزعج وما هو غيره معلن مزعج للغاية لأن إسرائيل في هذه الحرب ودي كثير جدا من الخبراء تحدثوا فيها عندها قاعدة يا محمد بيسموه الطواف حول العالم خلونا نتقين بالرواية الرسمية والرواية الغير رسمية تترك لما بعد الحرب باعتبار الرواية غير رسمية فيها من الخسائر الإسرائيلية البشرية ومن العتاد العسكري داخل قطاع غزة كبير جدا ومهيب وده بيؤدي لك سر الضربات وقسوة الضربات الإسرائيلية اللي بتضربها داخل هذا القطاع الأمر الثاني وده أمر في غاية الأهمية وأنا شخصيا وقفت عنده عند أنتونيو غوترش تحديد هذا الرجل يا محمد أنا من وجهة نظري ترك بصمة في مسألة مهنية سيكريترية الأمين العام لأمم المتحدة منذ نشأته حتى هذا التاريخ وهو تفعيل المادة تسعة وتسعين أنتونيو غوترش لما يصل إلى مرحلة بموجب تقارير موجودة أمامه من نائبه للشؤون الإنسانية أو حديث غريفس اللي هو المساعدة الأمين العام أو غيره من هذه التقارير أن يا جماعة الألية الوحيدة اللي أعطاني لها النص داخل منصاق وهو تفعيل المادة تسعة وتسعين وهذا التفعيل اللي ما يتم سوى تلت مرات قبل دا محمد دعنا نشرحها ماذا تحوي المادة تسعة وتسعين؟ تحوي المادة تسعة وتسعين أن السكرتير العام لما يلاقي هناك مهدد للأمن والسلم الدوليين أن يضغط على مجلس الأمن والأمم المتحدة لصدوره قرار بإخاف القتال يضغط ويستخدم آلياته في الضغط يعني لا يترك الأمر إلى نسبة التصويت وليترك الأمر إلى إرادات الدول شفنا دا سنة ستين يعني يعلو أو يتعدى الفيتو؟ لا ما يعلوش هو يتعدى الفيتو هو هنا الفيتو يعطله لكن معنى اللجوء السكرتير العام لأمم المتحدة خلي بالك بعد اللجوء السكرتير العام لأمم المتحدة إلى نص المادة تسعة وتسعين بدأت الصريلة تتحدث إنه راجل دا بيهدد السلم والأمن الدوليين وإنه عليها يأمن يستقيل مش مش يستقيل بس دا بتقول على السكرتير العام لأمم المتحدة إنه بيهدد الأمن والسلم الدوليين وعليها أن يزعب وهنا لأنه تفعيل دا معناها هي رسالة للدول دائمة العضوية وللولايات المتحدة الأمريكية بإن السكوت على عدم تفعيل هذا النص وعدم التناغم مع رسالة السكرتير العام لأمم المتحدة هو بمثابة تواطق خلي بالك من دي تواطق من هذه الدولة مع حالة الجرائم ضد الإنسانية وغيره ولما بتنظر لده هتلاقي سنة ستين لجأ لها السكرتير العام عشان الكونغو سنة تسعة وسبعين عشان أزمة رهائن الأمريكيين في إيران سنة تسعة وتمانيين عشان حالة صراع داخل لبنان لا داخل لبنان لا التلات حالات بس دول اللي لجأ اليهم السكرتير العام لأمم المتحدة ثم الحالة الرابعة نتيجة قسوة وشراسة ما تفعله إسرائيل داخل قطاع غزة لأنك أنت أمام قطاع يبات وأمام حالة هلاق وضمار ليس لها حل وأمام استياد لنساء وأطفال ملهاش حدود وأمام واقع سرقات تحت الأنقاض تشيب لها الولداء نحن أمام قطاع يبات يعني جزء يزال من على الخريطة منذ يعني في الأسبوع الأولى للحرب صرح بن جفير وزير الأمن الداخلي بتطرف شديد أنه يعني اللجوء إلى ضربة نووية طبعا قامت الدنيا داخل إسرائيل عليه لأنه أحرجها أو أوه لكن بهذه الوتيرة المتصاعدة الانتقامية التي تمتلئ حقدا بهذه الضربات على المدنيين وعلى قطاع غزة لو استمرت الحرب خمسين يوما أخرى أو أكثر هل سيكون هناك قطاع غزة بالتأكيد لا بالتأكيد لا بس أنت برضو تكون أمام برضو عنصر استغراب خلت المتحدث الراسم الإسرائيلي يتحدث بأن الأرض التي تختبئ بها حرق المقاومة الفلسطينية داخل القطاع عزة أرض فريدة من نوحها لأنه مع قصوة هذه الضربات إشكالية إسرائيل الهوس الموجود في الداخل الإسرائيلي أنه لو وصلت لقادة المقاومة ولقدر التحيد السواريخ ولقدر التحيد من هجمات المقاومة الفلسطينية الموجودة داخل هذا القطاع وده يخليك يديك الشكل الغل اللي إسرائيل بتدرس لكن أنا وكي هتنظر هاخدك للنقطة المهمة لكن أنا وكي هتنظري وكي هتنظري أنه بعيداً عن المجتمع الدولي والإقليمي أنا دايماً تعويلي على المجتمع العربي والإسلامي ظروفه معروفة واقع ردوده معروفة أستها إسرائيل وأستها الولايات المتحدة الأمريكية وأسه العالم الغربي بهذا الأمر لكن إلى حد كبير جداً نقطة ونبدأ من بعدها لم يدرك أنه إنهاء المقاومة الفلسطينية داخل قطاع غزة بمثابة شهادة وفاة القضية الفلسطينية من وكهة نظر ليه؟ لأن واقع سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية ما فيش فيها جدل أنت عندك أكتر من 700 حجز عسكري شكل سيطرة كاملة من إسرائيل بكنتونات وغيره داخل الضفة الغربية معلوم أن قيادات السلطة داخل الضفة الغربية لا تستطيع أن تخرج منها أو تعود إليها إلا بإذن إسرائيلي حجم التحكم الإسرائيلي داخل الضفة الغربية حجم خطير للغاية إشكالية إسرائيل ومصمار إسرائيل في إنهاء ما تبقى من معالم الدولة الفلسطينية هو قطاع غز وعشان كده مش هدد بقى إيطمار بن غفير إيطمار بن غفير تحدث عن كنبالة نووية لكن ساموتريتش قال لو أقفنا القتال انحلت الحكومة تاني يوم وانحلال الحكومة أو حل الحكومة يعني إعلاء الهزيمة مش الهزيمة ده الهزيمة والمحاسبة لأن أنت عندك الكثير من التقارير تتحدث عن تقصير وربما خيانة داخلية نعم أن هناك تقصيراً لما حدث تحديداً يوم 7 أكتوبر بصرف النظر أن نتانياهو أصلت بحكم مراكز الاستطلاع في الباقي الإسرائيلي وأخيرها صحيفة معاريف قالت أن حصوص نتانياهو إذا أجريت انتخابات اليوم 18% مقابل 48% لبين غدس وأن حصوص دخول الأحزاب المتطرفة النهاية تمر من العتب الانتخابية للدخول إلى الكنس كحزب السهيونية الدينية وسامو تريتش أو الحزب الآخر المنتمي ليه ألطمات بن غفير كاد لا يحصل على العتب الانتخابية لأنه في حالة هياج أصلاً في الداخل الشارع الإسرائيل الشارع الإسرائيل يبحث عن المغبوض عليهم أو الأسرة الموجودين لدي المقاومة الفلسطينية حياته إلى حد كبير جداً الاقتصادية معطلة أكتر من 500 ألف إسرائيلي بدأوا يعملوا هجرة عكسية إلى الخارج عند في حدود 120 ألف إسرائيلي اللي هم موجودين في غلاف غزة وموجودين في قرية كريات شمونة كريات شمونة والشمال لبنان دول كلهم أصبحوا في الداخل الإسرائيلي بيشكلوا عنصر ضغط مش عايز أقتك للخسارة الخاصة بالبورصة الإسرائيلية والاقتصاد الإسرائيلي باعتبر أن هذه الخسارة تعوطها الولايات المتحدة الأمريكية والحياة لكن في حالة غليان من وجهة نظري في الداخل الإسرائيلي لأنك برغم مرور هذه الأيام وبرغم قصوة هذه الضربات وبرغم فقد أي تعاطف بأي شكل كان مع إسرائيل من قبل المجتمع الدولي والشعوب ما ليش علاقة بالحكومات إلا أنه لم تستطع أن تنهي هذه الحرب ولم تستطع أن تسيطر على قطاع غزة لكنها مستمرة في العدوان القاسي الشديد والإبادة إذا استمر هذا الوضع الحديث الآن عن حشود أو تهجير للفلسطينيين من الشمال شيئا فشيئا باتجاه الجنوب باتجاه الحدود المصرية الدولة المصرية موقفها واضح وعلني وصريح على لسان الرئيس عبد الفتاح السيسي لكن أيضا هناك توجيه إسرائيلي وضغط إسرائيلي لتهجير الغزاويين يعني كيف تتوقع أن يتم الأمر شوف يعني في رسائل وطحت وصلت إلى الولايات المتحدة الأمريكية من مصر ومن الأردو لأن التهجير هنا إسرائيل وهي تريد أن تنهي ما تبقى من معلم الدولة الفلسطينية هي عايزة تعمل عملية تهجير نهائي لقطاع غزة وعايزة تعمل عملية تهجير من التجمعات العربية الموجودة في الضفة الغربية لناحية الأردو فتبقى خلصت من ناحيتين وخلاص وانتهت هذه القضية ولكن أنا من وجهة نظري أن القضية حية وأن القضية لن تموت وأن المقاومة لن تنتهي لأن ده أمر متجزر في أوساط الشعب الفلسطيني بكامله إذا كنت بتكلم عن الضفة أو بتكلم عن قطاع غزة الأمر الثاني وده أمر الواجب أن نلفت النظر إليه أنه نحتاج خلال هذه الساعات إن لم تكن خلال هذه الدقائق موقفا عربيا إسلاميا يرتقي إلى خطورة هذا الفعل الإسرائيلي يعني مسألة المسيسة جربناها اللجوء إلى أمم المتحدة وإلى مجلس الأمن جربناها إحنا رحنا قبل كده عندنا سبعمائة خمسة واربعين قرار من الأمم المتحدة يعني الموقف الموقف اللي حداك شايف يعني محتاجينه يعني واحد اتنين تلاتة أنا شايف نعلو نعلو فوق الشجب والإدانة وقال لا نصل إلى الحد الأخير يعني يعني أنت أمامك الشجب والإدانة وأمامك الحالة الأخيرة وهو العسكري أنا ما بين الأمرين الأمور كثيرة جدا عندنا الدبلوماسية الخشنة لم تستخدم حتى هذا التاريخ ولها أمثال كدير لا الدبلوماسيين يعرفوها يا محمد أنا شخصين أعرف يعني الدبلوماسية الخشنة معروفة عملتها جنوب أفريقيا وعملتها تشيلي وعملتها بوليفيا وعملتها كولومبيا وعملتها هندراس حتى العلاقات طرب أي ممثل أو صفير ودي الدبلوماسية الخشنة دي بتبقى رسالة إلى الطرف الآخر ورسالة إلى المجتمع المسند له والمؤيد له بأن هناك موقفة متشددة هناك طبيعة العلاقات الاقتصادية والسياسية مع العالم العربي والإسلامي لابد أن يكون لها موقف هناك آليات بامتلاك مقدرات موجودة داخل الولايات المتحدة الأمريكية وداخل العالم الغربي عندنا أموال وعندنا فطاعات الولايات المتحدة الأمريكية لا تستطيع عنها هل تستطيع دولة عربية أو مستثمر عربي كبير أن يسحب رصيده في الولايات المتحدة في المنطقة الأمريكية؟ هل هذا سهل؟ هو ليس صعبا وليس سهلا لكن على الأقل التلويح به أو قطعه أو منعه أو الحد منه رسالة يعني ليه؟ يعني أنا عندي في حدودة 252 مليار دولار و 600 مليون سندات دين وأزون خزانة شهادات كده شريعة 11 دولة عربية من وزارة الخزانة الأمريكية ده غير الوداع والاستثمراء شهادات الشهادات دي فيها كلام شهادة نسحبها من بنك أو شريعة أقدر عمل بها حاجات عندي في حدودة 2 تريلون ربعا مش معنى كده أنا بقول نسحب الأموال كلها لكن أنت عندك أحيانا أمور تستطيع التلويح بيها أو التلميح بيها رسالة إلى الطرف الآخر ليه؟ لأن أنا عندي مشكلة في هذا الصراحة التأييد بلا حدود والضعف بلا حدود التأييد بلا حدود من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والعالم الغربي يعني هبوط ريش السوناك بطائرته إلى مطار تل أبيب ونزوله من المكان المخصص لإنزال المعدات العسكرية ثم من ثلاث تيام يا محمد هناك طائرات استطلاع إنجليزية بدأت تطوف فوق المجال الجو لغزة والبحر الأبيض المتوسط لمراقبة المسألة الموجودة هناك وتلعت تصرحات وقالت أن هذا الأمر من قبل إنجلترا ده تدخل صريح في هذا الصراع العداد العسكري الذي ذاهب بين الولايات المتحدة الأمريكية يعني الطائرات البريطانية أو هذا الاستطلاع هذا التجسس الواضح المعلن عنه لم يغطي قطاع غزة فقط يعني غطى ساحل أو غطى شمل أكثر من دولة يعني كنا نتوقع أن يعني يتم معارضة الأمر يعني مفترض أن نعارض الأمر ومفترض أن يكون هناك رد فعل يعني لكن المسألة أعلنت والمسألة تعدت وخلاص ما فيش حد أعقب ولا حد علق عليه ربما تكون الدبلوماسية بتتكلم فيها الله أعلم لكن أنت بشكل أو بآخر أنت زي ما قلت لسعدك أنت أمام تأييد بلا حدود وأمام ضعفي بلا حدود التأييد اللي بلا حدود ده عسكري ومالي وتقني وفني آخرها زيارة رئيس شركة بلا كوتر نعم أول درجة أن البعض قال هي ليست حرب إسرائيلية على غزة هي حرب أمريكية على غزة أمريكية غربية في الوقت أنك أنت في الاتجاه الآخر عندك أزمة في دخول المساعدات الإنسانية أصلا عندك أزمة بأنك أنت لا تستطيع أن تدخل ما يحتاجه قطاع غزة من السلار والغاز عندك أزمة بأنك أنت تنقذ الجرحة والمرضى الموجودين دا في القطاع غزة دكتور أعود للنقطة الأساسية نحن أمام موقف مصري واضح قوي وإرادة مصرية بعدم السماح بتهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية وأيضا أمام رغبة إسرائيلية وخطوات عملية على الأرض لتهجير الفلسطينيين إلى مصر أي الإرادتين ستكسب أنا هقول كلمة خط أحمر التي أطلقها سيادة الرئيس وأنا عندي خط أحمر خرجت من دولتين خرجت من سيادة الرئيس صراحة أنه مسألة التهجير القصري هو مسابة خط أحمر مصري ولن تسمح مصري به ولن تسمح بتصفية هذه القضية وخرج من الجانب الأردني وذات على دي وقالك حتى بمسابة إعلان حرب يعني الصفة دي وزير الخارجية الأردني قال خط أحمر وده بمسابة إعلان حرب بالنسبة لنا وده برضو مش مقبول ليه؟ لأن قيل القيادتيني أنا لما بكلمك عن الموقف الدولي يا محمد أنا بستثني الموقف في مصر والأردني لأن الموقف في مصر والأردني موقف جوار وله خصوصية وله خصوصية وموقف معني بشدة بهذا الصراع لكن أنا بقى أحدثك على المواقف الأخرى لأن الصراع من وكهة نظري تحميل هذا الصراع على الموقف في مصر والأردني فقط مظلمة أنا من وكهة نظري هذا الصراع يتحمل جموع العالم العربي وجموع العالم الإسلامي خصوصا أن ردود أفعالهم إلى حد كبير جدا هذه الجموع العربية التي نطالب أو نتمنى أو نرجو أن يكون لها موقف أكثر قوة وموقف هل كما يشاع أو يصار أن هناك أطرافا عربية يعني تؤيد تهجير الفلسطينيين إلى الغرب ناحية مصر أو إلى الشرق ناحية الأردن صعب قوي قابلها أو صعب جدا تصورها أو صعب جدا أن نصل إلى مرحلة نتصور فيها أن هناك أطرافا تساهم في تصفية هذه القضية أما أسألها محمد أنا شخصيا مش قادر أتقبلها والأقدر أعقب عليها ليه لأن قضية فلسطين هي قضية القدس وقدس هو العالم العربي والإسلامي يعني وأن يسمح يسمح في تصفية هذه القضية بالشكل الذي تمارسه إسرائيل في زل هذه الحكومة المتطرفة دون وازع أو مانع أو رادع لها أنا متصور أن تحتاج من العالم العربي والإسلامي موقف هذا يعني هذا التصور قد يصل إلى درجة التمني لكن هل هناك يعني وقاء على الأرض أحاديث معلنة منذ السابع من أكتوبر يعني تنفي ذلك وتؤيد أن هناك مواقف عربية يعني لم نكن نتوقعها بالمرة المواقف برضو لم تتعدى حدود الشكبة والإدانة والاتصالات الدبلوماسية والذهاب إلى أرواقة الأمم المتحدة وإلى مجلس الأمن بحثا عن ملاز آمن لوقوف هذه الحرب والجانب العربي جرب حكتين جرب قرار من الأمم المتحدة وجرب قرار من مجلس الأمن وأضاف القرارين إلى قرارات أخرى أنا متصور أنه هو الكل أدرك بأنه هذا الخط وهذا السبيل لردع إسرائيل مسألة صعبة قبلها إذن عليك أنك أنت تعلق فوق المواقف وتبدأ تستخدم مواقف أخرى السؤال اللي بترح نفسه الجانب العربي والإسلامي بعيد عن الموقف الدولية الموقف الدولية معروفة أو التعاطف الدولي معروف يعني أنا وكهة نظري أن الموقف الأسباني أو الموقف البلجيكي أو الموقف الأرلندي أقوى بكثير من كثير جدا من المواقف العربية والإسلامية على مستوى حتى الدول الإسلامية وبعضه ارتبط بمواقف عملية وبعضه ارتبط بمواقف عملية على الأرض وبدأت مهاجمة إسرائيل لهم وبدأت إسرائيل استدعى سؤال هنا السؤال دائما اللي بترح نفسه أليم يدرك العالم العربي أنهم أمتهم في خطر وأن ضياع هذه القضية بحد كبير جدا هي بمثابة ضياع للحظومة ربما يكون هذا السؤال سؤال بلاغي أكثر لأن هناك أصوات عربية رأيناها ونراها كل يوم تطل علينا من الشاشات أو تطل حتى في تصريحات سياسية تلعن القضية الفلسطينية وتلعن الضحية وتؤيد صراحة الجلاد ما هي دي مواقف يعني التاريخ سوف ينكرها وسوف ينبذها ولن يستمع إليها أحد لأنه هو إنك أنت لما تشوف تصريح من سكرتير العام الأمريكي حتى الولايات المتحدة الأمريكية بالمناسبة يعني أعمال العنف ده حديث خارج من الخارجية الأمريكية أعمال العنف في الضفة التي قادت إلى سبعة أكتوبر الولايات المتحدة الأمريكية نفسها يا محمد بدأت تعدل بمثابة تأييد أعمى لإسرائيل لأن إحنا عارفين حاسياته وأسبابه لكن الولايات المتحدة الأمريكية تدرك بيقين إن ما فعلته هذه الحكومة منذ حلفية منها ومنذ ما جئها يرتقي إلى سبعة أكتوبر وإلى غيره من ردود الأفعال الإسرائيلية أنت أمام شعب مكهور أمام شعب محاصر أمام شعب محتل أمام قضية يعني على ما لاس أفق أمل لحل أين رئيس السلطة الفلسطينية وأين السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية مما يجري يعني لدرجة أن سمعنا تصريحا من أحد مستشاري السلطة يقول إن رئيس السلطة أبدأ لكل السياسيين الذين نتقاهم تنديده وإدانته للمقاومة في غزة مقابل موقف علني لم يقل فيه ذلك يعني أين هم من الاجتياح الإسرائيلي العسكري اليومي الذي يجري الآن بينما نتحدث في الضفة يعني هذه ضمن نطاق نفوذ ومسؤوليات السلطة الفلسطينية هو دايما كان حتى دايما رسالة اللي بتوجه إلى الجانب الإسرائيلي إذا كان قطاع غزة وما يمتلكه من المقاومة الفلسطينية داخل قطاعه يعني بتعمل هذه الأفعال طيب السلطة اعترفت بإسرائيل أبرمت معها اتفاقيات من 1991 لغاية 2007 ويري فلو شرم الشيخ وأسلطي وغيره من هذه الاتفاقيات هناك علاقات متبادلة ما بين الطرفين لماذا تفعل إسرائيل ذلك في الضفة الغربية وأتصور لماذا تفعل إسرائيل لأن هذا شأن إسرائيل أنا أتحدث أين السلطة بالمقاومة يعني هو دس وقت لكن أنا متصور أن هي في وضع صعب للغاية هي تدرك موقفها ووجودها في هذا المكان وأنا حدستك في بداية الأمر أن قدرة السلطة في التحكم في مفاصل الضفة مسألة تكاد تكون معدومة إسرائيل هي لا بتتحكم في كل شيء السلطة موجودة بحكم اتفاقيات وبدرجة أو بأخرى هي ربما لغة التنديد أو الشكب لو زادت عن الحد يكون هناك موقفة إسرائيلية منها لا تستطيع أن تأمنوا أو تأتمنوا لكن هناك مواقف يعني أشيطية لرئيس الوزراء الفلسطيني في أكتر من لقاء وفي أكتر من جلسة في الأمم المتحدة ما يتحدث حديث كبير جدا ويعني راجل بكى وهو يتحدث على الهواء أتصور أنهم لأن حجم الهلاك والضمار أصلا أصلا إنسانيا يعني ما يتحدث فيه السكرتير الأمم المتحدة هي وقفة إنسانية يعني ضد الضمير الإنساني وضد السمة الإنسانية وضد الشرائع السماوية وعشان كده أنا من وكهب نظري أنهم موقفهم صعب دقيق هم يدركوا أنهم مش بدفع عنهم لكن هم يدركوا أن القضية في أحلك إن لم يكن في أصغب مراحلها وأن مرحلة تصفية هذه القضية الحد كبير جدا إسرائيل بيدوسوا فيها وربما عشان كده الإعداد لما يقولون أنه إدارة غزة بعد القضاء هو إسرائيل مش عايزة ده هي إسرائيل حتى حتى اليحاءات التي خرجت في وقت من الأوقات بأن السلطة مؤهلة إلى أن تقود قطاع غزة مع الضفة الغربية لما بعد انتهاء هذا الصراع نتيني هو لك لا أنا أمنيا وأنا محتاج أماكن آمنة أصلا داخل هذا القطاع وغيره من مثل هذه الأمور وإن أنا لا أأمل سلطة أنا أريد أن أختم بتوقع يعني المشاهدون الكل يعني أين متى ستتوقف هذه الدموية متى ستتوقف هذه الحرب عندما تدرك الوليات المتحدة الأمريكية وإسرائيل أن مصالحهم في خطر وأن علاقتهم بالعالم العربي والإسلامي على المحاك وأن هناك وقفة حكومية بجانب الوقفة الشعبية ترتقي إلى خطور ما تفعله إسرائيل وأن هذه القضية لن تضيع وصوف تظل حية والقدس لن تسقط تمام أشكرك شكرا جزينا دكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز العرب للدراسات السياسية والاستراتيجية مشاهدين الكرام لكم التحية ودنتم في رعاية الله وأمنه ودامت غزة في أمن نتمنى أن تنتهي هذه الوحشية وهذه الآلة البربرية العسكرية الإسرائيلية وأن يعود القطاع على الأقل هو لم يكن جنة قبل العدوان الإسرائيلي لكن على الأقل يعودوا إلى ما كان قبل السابع من أكتوبر لكم التحية ودنتم في رعاية الله وأمنه